ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا صباح اليوم اجتماع اللجنة بحضور أصحاب السعادة العضاء وزراء العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف السياحة الأعلام والتربية والتعليم وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى اللجنة الوزارية منويها إلى أن الجهود التي يقومون بها ستشكل إضافة نوعية لعمل لجنة المتابعة كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره للوزراء الذين شاركوا في عضوية اللجنة في وقت سابق ودورهم البناء في كافة مناحي العمل وأكد أن بحريننا والتي مر على إطلاقها ما يزيد عن خمس سنوات تدخل مرحلة جديدة من العمل الوطني بفضل رعاية جلالة الملك المعظم لما تتضمنه الخطة الوطنية من مبادرات مجتمعية متطورة حيث يبقى الإنسان البحريني وكل أبناء الوطن موضع رعاية جلالته منوها إلى أن هذا النهج الأصيل يمثل امتدادا لمسيرة الحكم الرشيد في بلد التسامح والثوابت الوطنية الراسخة وبما يحمله من إرث تاريخي وحضاري تتوارثه الأجيال وأشاد معاليه بقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل الأجنة المتابعة الوزرية لتنفيذ الخطة الوطنية بحريننا منوها إلى أن دعم سموه له الأثر الإيجابي في بلورة مبادرات بحريننا ووضعها موضع التنفيذ عبر شراكة مجتمعية وجهود وطنية متكاملة وأوضح معاليه أن تعزيز الانتماء الوطني لا يتوقف على التمسك بالعادات والتقاليد وإنما يمتد إلى الإخلاص الوطني الذي ينطلق من محبة الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم وحماية نسيجه الاجتماعي في إطار من المحافظة على المكتسبات الوطنية والالتزام بالانضباط الوطني من خلال احترام القوانين لافتاً معاليه إلى ضرورة تقديم المبادرات بأساليب إبداعية تعبر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية بعد ذلك بدأت اللجنة الوزارية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث استعرض المكتب التنفيذي مستجدات الخطة الوطنية بحريننا ومشروع منصة الذاكرة البحرينية كما قدمت شركة ماركم الخليج عرضاً تضمن برامج الحملة الإعلامية والتوعوية التي سيتم إطلاقها خلال العامين القادمين لتعزيز القيم المجتمعية ودعم مبادرات بحريننا وفيما يتعلق بالمبادرات وشركاء الخطة أطلعت وزيرة السياحة أعضاء اللجنة على تفاصيل مبادرة الوزارة المتعلقة بتاريخ ومعالم جزر حوار كما أطلع وزير الإعلام اللجنة على تفاصيل مبادرة كاميرا بحرينية وأفلام سينمائية وثائقية فيما قام وزير التربية والتعليم بإطلاع اللجنة على المبادرات التي تنفذها الوزارة وفي ذات السياق اطلعت اللجنة على تقرير وزارة شؤون الشباب والذي تضمن موجزا حول مدينة شباب 2030 للعام الحالي وعرضا عن منصة التطوع وقد كلفت لجنة المتابعة الوزارية المكتب التنفيذي بإطلاق حملة إعلامية موسعة خلال الأسابيع المقبلة تبرز أهداف الخطة الوطنية ومبادرات تنفيذها والجهود المبذولة لاستدامة هذا المشروع الوطني الطموح ووجه معالي رئيس اللجنة الوزارية إلى ضرورة اتباع أساليب علمية مدروسة في التعامل مع المبادرات وإنجازها والبناء على ما تحقق من خلال شراكة وطنية تترجمها منصة رقمية وأضاف أن بحريننا تشهد مراحل متجددة من التطوير انطلاقا من عهد التحول الرقمي خلال العام 2023 وصولا إلى بلورة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة 2024-2027 والتي تتضمن استمرارية وتعزيز التواصل مع فئة الشباب من أبناء المجتمع من خلال القنوات والمنصات الرقمية وفي ختام الاجتماع عرب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة لتنفيذ الخطة الوطنية بحريننا عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير مبادرات الخطة الوطنية بحريننا وتحقيق الأهداف المرجوة لما فيه صالح الوطن والمواطن وفي إطار من الشراكة المجتمعية تم عرض الكثير المبادرات التي تقدمت بها الوزارات لإثراء عمل الخطة ومراجعة الأعمال السابقة للخطة والحمد لله جميع الخطة تشير إلى مستقبل طموح لهذه المبادرات ولا شك أيضا أن وزارة الإعلام كان لها مساهمة في أعمال هذه الخطة منها الحقيقة برنامج كاميرا بحرينية التي صلت الضوء على 18 عمل سينمائي مصنوع بأياد الشبابية بحرينية تم الحقيقة عرضه في مهرجان البحرين السينمائي في ليلة مخصصة لإنتاج الأعمال البحرينية وتم عرضه أيضا على تلفزيون البحرين وحصل العقيقة على الكثير من الأصداء الإيجابية أيضا تم تسليد الضوء على الأدوار الثانية التي تقوم بوزارة الإعلام في تعزيز المستهدفات العامة للخطة منها البرامج الأخرى التي تصب في هذه المستهدفات سواء كانت على مستوى الإخباري أو على مستوى التلفزيوني أو على مستوى الإذاعي والخطة المستقبلية للاستمرار في هذا العمل وتحقيق المستهدفات جميعا طبعا من المبادرات التي في وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض اللي شغالين عليها هي خطة متكاملة سياحية لتعزيز المواطنة من خلال تعريف المواطن والمقيم والسائح كذلك إلى موقع سياحي جدا مهم في مملكة البحرين اللي هو جزر حوار طبعا من المبادرات اللي عملنا عليها وراح نطلقها قريبا هي تسيير رحلات مع المكاتب السياحية إلى جزر حوار لتعريف المواطن المقيم والسائح للمعالم الرئيسية لجزر حوار وأيضا لتسيير هذه الرحلات من خلال العمل على تنويع الفعاليات السياحية المتواجدة في جزر حوار بالشراكة مع شركائنا من القطاع العام والخاص وزارة التربية والتعليم استعرضت اليوم في اجتماع اللجنة الوطنية لخطة تعزيز المواطنة والانتماء مبادرات وزارة التربية والتعليم الجديدة في النسخة القادمة من الخطة وطبعا هي أربع مبادرات من ضمنها مبادرات مستمرة فيما يتصل به طبعا تعزيز الوطنية وفي نفس الوقت إشراك طلبة المدارس في العمل تطوعي وعمل مساق خدمة المجتمع من أجل الاستفادة طبعا من الخبرات الموجودة سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص وهذه المبادرة سوف تستمر في الخطة القادمة هناك مبادرات جديدة مستحدثة في مقدمتها طبعا مبادرات متصلة بتعزيز الموروث الثقافي والموروث التقليدي والموروث التاريخي لمملكة البحرين في نفوس الطلبة وهذا طبعا سوف يكون من خلال مختلف الأنشطة والفعاليات التي سوف تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأيضا مع بقية الجهات المعلية هناك أيضا مبادرات متصلة بتعزيز التراث الوطني الممارسات التراثية الموروث التراثي وهذا طبعا سوف يقدم للطلبة من خلال تطوير المناهج الدراسية وتعزيزها بالتراث الوطني الغني البحريني وتعريف الطلبة بهذا التراث طبعا وزارة التربية والتعليم هي جزء أساسي وفاعل في هذه الخطة الوطنية وطبعا نفذت الكثير من المبادرات في المرحلة السابقة واليوم إن شاء الله ستعمل على تنفيذ هذه المبادرات الجديدة وطبعا ستحرص على أن تكون هذه المبادرات ضمن باكورة عملها المستمر بحيث أن لا تنتهي هذه المبادرات بمجرد تحقيق الأهداف المطلوبة وإنما تكون مبادرات مستمرة ومتجددة ويتم طبعا دمجها بشكل مستمر في المنهج الدراسي تشرفنا بعرض مستجدات المبادرات الخمس التابعة لوزارة شؤون الشباب مع التركيز طبعا على آخر مبادرتين وهما مدينة شباب 2030 في نسختها الثلاثة عشر بالإضافة إلى منصة التطوع طبعا منصة التطوع هذه المنصة التي جاءت ضمن مبادرات خطة بحريننا تم التوسع فيها ليست فقط منصة ستكون لك منصة بالإضافة إلى قانون للتطوع بالإضافة إلى مشروع المتطوع الاستثنائي بالإضافة إلى ميثاق التطوع هذا المشروع كله عند رجل ضمن مشروع منصة المتطوعين واليوم طبعا عرضنا آخر المستجدات واللي إن شاء الله نأمل لنا يتم الانتهاء من كافة المشاريع إن شاء الله بحلول عام 2025 وتوقيتها طبعا بتزامن مع يوم الشباب البحريني للإعلان طبعا عن المتطوع الاستثنائي بالإضافة إلى طبعا مجموعة المبادرات البقية المندرجة ضمن منصات المتطوعين